النهاردة الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية المكافحة المنشطات كشف عن وجود ست لعبين في الدوري المصري جاءت عينتهم إجابية وبعد انتهاء التحيات سيتم الإعلان عن أسمعهم طيب الكلام ده تلعب بعد كده الدكتور حازم خميس أنا بس بقول لكم الخبر المنتشر الدكتور حازم بقى خميس تلعب قال أنه الكلام ده أنا اتفهم غلط أنا أقصد ست رياضيين في الرياضة المصرية لكن هو عنده اتنين لعبين فقط في الدول المصري هم المصابين بكورونا من الست يعني حتى الآن هم اتنين بس ستة في الرياضة بشكل عام وهيتم الإعلان عنهم وطلعوا بعد كده بيان وقالوا فيه أنه فيه خطوات معينة بيمشوها لحد ما يعلنوا عن الناس خطوات ليه علاقة بالطعن في القرار في الاجتماع مع اللجنة في تفاصيل كثيرة للمدان يعني المدان بيأغز منشطات وبعد كده كمان نصح اللعبين الرياضيين في كل الألعاب أنه هم يرجعوا اللجنة في أي أدوية أو أي شيء بياخدوها عشان كتير أو في الموضوع ده يا جماعة بيحصل إيه؟ أنه الأدوية فيه أدوية تبقى مش مظبوطة فيها مواد محزورة مواد تحسب كمواد منشطات عند اللجنة لازم اللعبين يا جماعة المصريين في كل الألعاب ياخدوا بالهم خلاص الموضوع ده في العالم خلص تاخد حذرك تماماً لو روحت خدت برشامة صداع صداع يعني تراجع نفسك وتسأل فيها وتامحها كتير قوي أنت مش كده وخلاص يعني مش كده وخلاص طيب